إزاي الفنانة مريم فخر الدين كانت بتوازن بين الأمومة وبين الفن أنت قلتيني أنت دخلت مدرسة داخلية بس أكيد كان في رعاية آه لأ كان يوم الخميس بروح والجمعة ومعرفش إيه وبتاع أنا أقولي مثلا أنا بكره الغروب ليه كنا نروح سينما من ثلاثة لستة واطلع من السينما أروح الداخلية فبكره الغروب إلا لو على بحر بابا الله يرحمه كان أما نكون من صيف ولا حاجة أول ما قرس الشمس يلمس البحر يسقط خالص وما يتكلمش لغاية ما إيه الشمس تنزل خالص دي كده بحبها لكن أما تيجي تغرب أقول هتروح الداخلية إيمان بس كنت برضو بتحبي هناك وحبتي صحابك اللي هناك وعيشت حياتك وقلت لي تعلمت حاجات كتير جدا اكتسبت مسؤوليات كتير أنا بعد ما جبرت اللي قررت إن دي أحسن حاجة حصلت لي مش وانا هناك مش وانا صغيرة كنت بتتدايق وانت هناك لوحدك طبعا يعني مين مش عايز يقعد في البيت ويدلع ويأكل ووقت ما يأكل ويعمل ما هو عايز يعني عارفة بس لما كبرتي حستي إن دا كان أحسن اه يعني اكتسبت خبرة كبيرة لأن ماما من النوع اللي مش سابتها اه يعني ممكن تقول طبعا عيدة متغيرة ومش موجودة لا لا شخصيتها ممكن تقولها صباح الخير تقولي يا حياتي يا قلبي ممكن صباح الخير الخير إيه يا شيخ روحي مالهاج تاندرد موضية شوي اه اه فري موضية مم فديكت هتخليني أنا ملخبطة الداخلية ما كانتش في حاجة موضية كلنا عندنا معاد أكل وعندنا مذاكرة ومش عارفة إيه روتين اه روتين فأنا بقيت خصبا عني روتينية روتينية مزعجة لا ده نفعك في حياتك في العيشة وفي الحياة اللي هي المتغيرة خلكي ننسي تبقي عندك قرارات وعندك مسئوليات وعند وإزاي عرفت وزني بين كل حاجة اه طبعا الحمد لله أنا مبسوطة جدا 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 أنا مبسوطة بيكي والله جدا انت نورتينا فواهنا ومبسوطين جدا احنا جينا لحضرتك وديتينا الفرصة ان احنا نتكلم معاك ويعني انت إنسانة ربنا خليك أنا حبيتك جدا وكان لقاء جميل وقلت لي كلام كبير جدا اكيد كلنا هنتعلم منه آآ بشكرك جدا وان شاء الله تبقي موجودة معنا بفقرات تانية ونكمل كلامنا وحادثنا طبعا اللي ما بينتهيش عن الفنانة الروحلة مريم فخرديب بنشكرك جدا على وجودك معنا مرسي يا حبيبتي يا رب أنا يخليك شكرا